عشان تشوفوا بعد كل هزي الفرص اللي هلت عادل ولو رجعتوا المشات كتيرة الاهل بيفقد نقاط فيها هتلاقيه اهدر سيل من الفرص السهلة وده درس والفر اهدر له سيل من ضربة الجزاء والغاله سيل من الاهداف الحقيقية لكن في اسباب اه في اسباب كتيرة هنتعرض لها بالتأكيد في وقتها لكن هقول لكم بعد بعض المنشطات الصحفية بعد هذا التعادل لانه كان التعادل مؤثر جدا في بصلة المسابعة الاخبار قالت الاسماعيلي يفرم القطار الاهلي تعادل معه واحد واحد بالاسكندرية ويهدد احتفاظه باللقب واليوم السابع قال الاهلي يتعادل مع الاسماعيلي ويفرط في قمة الدوري للزمالك كراسة موسيقية في الجول قال الاصفر يعطل الاخمر الاسماعيلي يتعادل مع الاهلي ويمنح الزمالك صدرة الدوري وحتى خالجيا قالت البيانة الاماراتية الاسماعيلي يتعادل مع الاهلي ويشعل صراع اللقب في الدوري المصري دوري المصري الجدول لو شفتوه الزمالك بقى 67 والاهلي 65 المصري بيلعب مع بيرامنس اعتقد لسه المباراة شغالة حتى الان لكن انتهت 1-0 للمصري لسه شغالة المصري متقدم على بيرامنس حتى الان 1-0 والمقاولين كسب الجونة 2-1 وتعادل أسوان والبنك الاهلي 2-2 دي نتائج النهاردة لكن انا اعتقد ناس كتيرة عاملة كده كل واحد يكلمني بيبقى لقيا راح مطلع من جيبه ورقة كاتب فيها الخمسة المتبقيين هنا والخمسة المتبقيين هنا لهذا الحد وانا باتفق مع المهندس احمد مجاهد في تصراحات له بيقول الدور المصري اصبح اعلى مسابقة مشاهدة في المنطقة العربية وافريقيا وده صحيح مسابقة عندها هذا الاهتمام الجماهير الكبير في المنطقة العربية وفي محيطها كله تحتاج دوابط احسن ده كلام يسعد احمد مجاهد ويسعد كل القائمين على الكرة لكن كمان يحمله مسؤولات كبيرة ما ينفعش الناس كلها تتفرج علينا فتشوف المستويات فيها كتير من التخبط فيها كتير من الارتباك فيها كتير من العشوائية فيها كتير حتى من اهدار الحقوق المشروعة لما الناس كلها يبقى شايفانا ده يفرض علينا مسؤولات اكبر الاطراف اللي بتشتغل بكل ما تملك من الطاقة بتاخد بالاسباب فعلا وعمل اللي عليها والله الاندية الاندية المستوى الحالي ده مسؤولات اندية اه طبعا اشترت وتعب مش بس والتركيز ولعبت تعال النهاردة اسوانوا بلعب البنك اتنين اتنين تفرجت عنا على جوز كبير من الماتش لأ كورة حلوة كل الفرق مولين والجونة يعني يعني كل الفرق في الشوت اللي شفناه بتاع بيرامد والمصري انت ما فيش فرق انت عارف مين اللي حيكسب اه على فكرة المسابقة فيها مستويات هيلة وفيها ندية جهيرة جدا سواء الذي يملك الامكانات المادية التي لا يملكها حتى الفرق اللي هي صحوتها جاءت متأخرة طبعما تشوف مطشط الانتاج دلوقتي اللي بيعمله كان فياني عام وهو يكاد يكون نزل كان فياني عام اه كل الفرق المحلة في اول موسم لها وظهورها شوف بتعمل ايه ولا تفقد الحماس ولا سيراميكا بيلعب كرة حلوة لا سيراميكا من اول الموسم بيلعب حلو وعمل وكان متوقع البنك يعني يمشي احسن لكن برضو صح متأخر حسب نتاج دور الاول ورغم كده بيلعب بيلعب كرة ماتشوا معاي فرقة غير مضمون ما هي صحوات بس المتأخرة طيب في الصحوات المتأخرة طلع الجيش طلع الجيش بيعمل ماتشط عشان نيجي لحتة العدالة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في جزئية الوكلة والصمصرة واللعب في ودان اللعيبة قبل ما يواجهوهم الدور التاني اصدف ريب قبل منسة كل الفرق مستوى تغير الاسماعيلي حد يصدق ان ده الاسماعيلي بتاع الدور الاول لا شوف الفرق في الاداء عامل ازاي في الدوافع في اللعيبة في لا الدوري الدوري لو ابتدى كده من اول السنة مرغم ضغط المتشاط الا انه الناحة البدنية للفرق ما سكى نفسها انا بقولك فيه شغل في الاندية كويس يعني احيي جميع الاندية جميع الاندية وفيه علم كويس جميع الاندية ليه حتى تحليل اداء يعني بقى فيه كل الاجهزة عندها محللين اداء بقت فيه حتة علمية شوية في النساب صدر رحيم بقت بقت متعة شبابنا انه مش تتفرج انه حلل ايوة تم تشوف الشباب اللي بيحلل في الفضائيات حاجة تفرح كسروا تابوه الكورة بقى اصلا انت ملعبتش كورة فما تحللش قالك متتكلمش في الفنيات اسهل حاجة مو تتكلم فيها ها الفن طبعا والرياضة اسهل حاجة